السلام عليكم هذا الموقع يصعب الدخول عليه وليفتح معك بسبب عدد المستخدمين أو ضغط عدد الزوار الذين يريدون استخدام هذا الموقع سألكها طريقة مجربة وسهلة للدخول على هذا الموقع يعني بمجرد أن تقوم بتحميل هذا البرنامج وتضغط على ستار ثم تضع هنا الفأرة أو كيشل على أكتياليزي وتقوم بضبط لمدة ثلاثة واني فستجد أن الصفحة تقوم بروفلاش كل ثانية أو اثنان ثواني أو ثلاثة يعني حسب الضبط لهذا الآدات أو التطبيق يعني هذا برنامج يقوم بروفلاش كل اثنان ثواني للصفحة حتى يتم الدخول على هذا الموقع فأولا نصيحة قبل كل شيء يجب أن تقوم بمتستعمل الكابل أريزو الذي يربط بين الروتر والوحدة المركزية يعني أحسن من استعمال إشارة الويفي وهذا لسرعة نقص تخدام البيانات أولا نقوم بتحميل هذا البرنامج سأطهر لكم الرابط الموقع في صندوق الوصف وفي أول تعليق يعني أنا قد قمت بتحميله سابقا يعني سأريكم كيفية التحميل فقط يعني هذه هي الصفحة الخاصة بتحميل البرنامج لاحظون سيبدأ التحميل بعد خمس ثواني لاحظون يعني البرنامج أقل من واحد ميجا تستطيع تحميله بسرعة يعني أولا يتطلب الكثير من الحجم بعد التحميل نتظر هنا قليلا حتى يكمل التحميل لكي أريكم فقط بعد الانتهاء من التحميل سنقوم بالذهاب إلى البرنامج أو مكان تحميل البرنامج لاحظوا هنا هذا هو البرنامج تقوم بالضغط الضغطتين يعني لا يحتاج إلى تثبيت يعني بمجرد الضغط عليه هكذا سيفتح معك يعني هكذا لا يحتاج إلى تثبيت أو غير ذلك فطريقة استخدام أولا يجب أن تقوم بالذهاب إلى الموقع الذي تريد فتحه ثم تقوم بالضبط هنا عدد الثواني مثلا من الأحسن أن تقوم بالضبط الثواني بين ثلاثة وأربعة لكي يتم رفرش الصفحة لكل ثلاثة ثواني ثم تقوم بالضغط هنا على ستار أو F6 ثم تذهب بالكيرسير أو الفأرة تقوم بوضعها مباشرة على كلمة رفرش أو أكتياليزي هنا فتقوم بتركيها هنا وسترى هنا الموقع يقوم بالرفرش أو هذا البرنامج يقوم بالرفرش للصفحة لدخل على الموقع كل اثنان ثواني أو ثلاثة ثواني يعني ممكن تقوم بتركيه يعني سأذكركم عند فتح الموقع يجب أن تضغطه على Stop يعني أتوقف البرنامج لكي تكمل عملك حتى لا يذهب لك الموقع أو تقوم بخسارته مجددا لاحظ هنا تترك الكيرسير هنا على أكتياليزي ثم تستطيع الذهاب لمدة تترك الكمبيوتر هكذا وتستطيع الذهاب لمدة 10 دقيقة أو 15 دقيقة ثم عند العودة فستجد أن الموقع قد تم فتحه معك بصفة يعني صفة مباشرة وبطريقة سهلة وبسطة جدا يعني هذه طريقة مجربة فأجربها يعني أترك كيرسير هنا وستجد أن الموقع يقوم بالرفريش حتى يتم الدخول على هذا الموقع فلتسونا بالاشتراك ودعم القناة والسلام عليكم